معنا من لندن المسؤولة السابق في الناتو نيكولاس وليامز الحديث أكثر عن الهجمات الطائرات المسيرة بين كييف وموسكو سيد وليامز أهلا بك في البداية كيف ينظر حلفاء كييف والناتو بشكل خاص يعني إلى هذه الهجمات سواء تصعيد روسيا بالهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف بالأمس وصباح اليوم أو استهداف الطائرات المسيرة لموسكو أيضا اليوم نعرف أن هذه الهجمات بالمسيارات هي تلاحق ما هي الأعمال الانتقامية بين دولتين فنحرف أن الأوكرانيين يعملون على الأسداء بشكل ضئيل على روسيا فيما أن روسيا هي تعمل على هذه الهجمات المكثفة ضد أوكرانيا ولكن نعرف أن هذه الهجمات لديها هدف فنحن نعرف أن روسيا تريد استنزاف أنظمة الدفاع الجوية الأوكرانية وذلك لأعطاء الطائرات الروسية حرية التحليق في أوكرانيا الاعتداء التألة الأوكرانية هي للرد على هذه الهجمات الروسية فيما أن الهجمات الروسية هي تملك هدفا أكثر استراتيجيا نعم سيد نيكوراس ربما السؤال الذي يتبادر للبعض أكثر هو ما الذي يدفع كييف إلى استهداف موسكو بدل من مناطق القتال خصوصا أن استهداف العاصمة الروسية موسكو يعطي ذريعة أكبر لموسكو أو النظام في روسيا إلى استهداف وإطلاق صواريخ أكبر وتصعيد أكبر على جبهة القتال نعم هذا صحيح وعلى الأوكرانيين أن يحكموا بنفسهم على ماذا سيقومون به ولكن من منظور الأوكرانية ليس بإمكانهم السماح للشعب الروسي بالأعتقد أن هذه الحرب لن تكون لديها أي تداعية عليهم وفي موسكو هناك شعور عاب وبين السكان بأن الحرب بعيدة وأنها لن تطالهم وأنه يتم وبأن الجيش هو المسؤول فقط عن المشاركة فيها وبأنها لا صلة لها بهم وبالتالي يريد الأوكرانيون من خلال اعتداءتهم أن يمارسوا العابة نفسية ضد سكان موسكو ويريدون تعزيز الفكرة بين الشعب الروسي بأن هذه الحرب هي حقيقية وبأنها ستطالهم وتتأثر بهم أيضا نعم لكن سيد نيكولوس إذا كانت هي حرب نفسية من خلال التصعيد في موسكو لكن هالكييف مستعدة لهجوم أكبر وتصعيد أكبر من الجانب الروسي في قادم الأيام يملك الأوكرانيون قدرات محدودة للاعتداء على روسيا وعلى موسكو هذا ليس إلا بمجرد تذكير عنيف بأن هذه الحرب وحشية ولكن الأوكرانيين يتحضرون للهجوم المضادة الكبير ضد روسيا في الأراضي الأوكرانية أو على الأراضي الأوكرانية وهذا ما تركز عليه كييف وسلطات العسكرية فهي تريد التركيز على التخطيط وعلى اللوجستية لهذا الهجوم المضاد وروسيا غير واثقة من متى سيبدأ هذا الهجوم المضاد بالتالي الأعمال الأوكرانية هدفوها زعزعة الاستقرار في روسيا وزرع القلق بين الروس فيما يتعلق بدفعاتهم وبالرأيي نجحت كييف في فعل ذلك؟ نعم لكن سيد نيكولاس في حال نجحت كييف في فعل ذلك وصعدت أكثر موسكو من حدة الهجمات في قادم الأيام هل نتوقع أن يقوم ذلك على تعجيل بعملية تسليح كييف بطائرات الـ F-16 بوقت أسرع من قبل حلفائها في الناتو؟ نعرف أن وصول مقاتلات F-16 إلى كييف بعد الوقت لكي تتمكن من تسلمها ولوما ستصل هذه المقاتلات العام المقبل إلى العاصمة الأوكرانية وهناك أيضا شكوك ما إذا ستتمكن الأوكرانيون من الارتداء على روسيا بحد ذاتهم ولكن الرئيس الأوكراني فولودو بيرزلينسكي يقدم ضمانات للرئيس الأمريكي جو بايدين بأن مقاتلات F-16 لن تستخدم ضد الأراضي الروسية بالتالي مقاتلات F-16 مهمة جدا في حال استمرت الحرب حتى العام المقبل أو حتى عام 2025 ولكن حتى الآن لا تملك أي دور حيوي في الحرب الجارية اليوم ولكن نعرف أيضا أن الحلفاء يبذلون كفة الجلود لتسليم طائر مقاتلة F-16 بأسرع وقت ممكن ألا هو عام 2024 نعم سيد نيكولاس هل هناك من إمكانية أو أي حديث عن أن الهجوم الذي تم استهداف من خلاله موسكو هو هجوم من الداخل الروسي؟ نعم نعرف أن الاعتداء ضد موسكو هو ضد الأراضي الروسية ولكن كما ذكرت يملك الأوكرانيون قدرات محدودة للاعتداء على العاصمة الروسية وسيستمرون بهذه القدرات المحدودة ولكن الهدف الأساسي من هذه الأجامات هي ضرب القوات الروسية في أوكرانيا بحد ذاتها ولكن أنت محق كلما اعتداء الأوكرانيون على الروسية حتى لو بكمية صغيرة كلما تحولت هذه إلى حرب انتقامية وسيستمر الأعمال الوحشية وحتى ستتصعد نعم لكن سيد نيكولاس أنت تحدثت في الإجابة على السؤال الأول بأن أوكرانيا قادرة على استهداف موسكو خصوصا وأن هناك أحاديث عن طائرات مسيرة من صناعة أوكرانية قادرة على الطيران لمسافة 800 كيلومتر فما الأسباب التي تجعل برأيك أن تستمر كييف في نفي ضروعها في أي هجوم على الأراضي الروسية من الداخل؟ نعرف أن الأوكرانيين ينكرون الأمر ولكن الأمر مصمم يجعل الروس غير واثقين عاما هو مسؤول عن هذه الهجمات ويريد الأوكرانيون الاقتراح أنه يجعل حالة من عدم اليقين وذلك يعود لأن هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون في روسيا والذين لا يتوافقون على هذه الحرب ولكن استمرار الأوكرانيين لهذه الهجمات أمر غير منطقي لأن الجيش الأوكراني هو الوحيد الذي يملك هذه القدرات الهجومية نعم من لندن المسؤول السابق في الناتو نيكولاس وليامس شكرا جزيلا لك شكرا